في هذا الدرس رح نشتغل في task details page من أضعط على details يفتح لهذا المسار task slash id إذا تلاحظ نيكس جيس ينطيني page not found لأن حاليا ما عدنا هذا الpage في هذا الدرس رح نشتغل على هذا الpage أرجع إلى vs code في داخل app task أعمل فولدر جديد وهذا المسار رح يكون dynamic فأخليه بين البركت أسمي id في داخل ال id أعمل ملف جديد وأسمي page.tsx أعمل الcomponent وأسمي task details page أعمل import لprisma أعمل import لlink component من next link وأعمل import لstatus badge هذا الcomponent اللي سوينا وأيضا أعمل اعمل import لnot found function من next navigation في هذا الpage رح يكون عندي ال props وال props مالتي رح يكون params فأكتب الانترفيس task details page props عند params object والparams object عند id من نوع string أخذ الparams من ال props وأخلي هذا الcomponent يكون async const task يساوي await prisma.task.find unique where id وأعطي ال id أكتب parse int أخذ ال id من الparams dot id فبهذا الشكل نأخذ single task حسب ال id من قاعدة البيانات سمي task وهنا أكتب if no task فأعمل call لnot found function إذا هذا ال task كان null يعني ما كان موجود رح نعمل redirect إلى not found page وإذا كان موجود هنا أمسح هذا أخليه يكون section في داخل السكشن أعمل div أعطي بعض ال styles flex items center justify between في داخل هذا ال div عندي رابط link اتشرف إلى home page أكتب back to tasks table فهذا رابط إلى tasks table وأعطي class name underline تحت هذا ال link أعمل div أعطي flex و items center عندي هنا رابط آخر إلى edit إلى edit form أعطي href إلى هذا المسار task 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 dot id slash edit حاليا ما عدنا هذا المسار في الدروس المستقبلية راح نعمل هذا المسار background green 700 600 on hover background green 600 فإعطيت هذه styles styles لهذا الرابط تحت هذا الرابط أعمل form في داخل هذا الفورم عندي button من نوع submit اكتب delete وأعطيه بعض styles styles فإعطينا styles لهذا button delete تحت هذا div فوق section أعمل div أعطيه بعض styles أعمل div آخر في داخل هذا div أعطيه بعض styles أعمل tag h2 وأخلي ب task dot title class name أعطيه font bold و text 3 XL تحت هذا ال H2 أخلي status badge component وهذا يريد مني ال status أخذ ال status من task dot status تحت هذا div أعمل tag small وأخلي ب date أكتب new date task dot created at dot to date string وأعطي هذا style text yellow 400 تحت هذا style أخلي tag p task dot description class name margin top 5 text XL فعملنا هذا الcomponent المسار لهذا الpage هو task slash id ال id هو dynamic فأخذنا ال id من الparams من ال props أرسلنا query إلى غاية البيانات وأخذنا ال task حسب ال id بعدين عملنا check على ال task إذا ما كان موجود ال task نعمل redirect إلى not found page وإذا كان موجود فالمستخدم رح يشوف هذا الcomponent هذا هو task details page back to task table أختار هذا by grocery details أضغط على details فيفتح لهذا ال page عندي details لل task إذا أخلي هنا 300 أنا ما عندي task مع هذا ال id في غاية البيانات أختار هذا شوف يعمل redirect إلى not found page هذا الصحيح فإذا ما كان موجود هذا الكود يشتغل هذا if not task فأعمل redirect إلى هذا not found page هو default not found page في next js تقدر تعمل custom not found page في دروس السابقة تحدثنا عن هذا الموضوع إذا ما يعجبك هذا page فأعمل custom not found page في الدرس القادم رح نشتغل على delete على delete task موسيقى ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي